هذا لايت طالب في المرحلة التانوية و واحد من النوابغ في القراية كان مرة مرة كيستغل التفوق دياله و كيحل صحابه امتحانات مقابل الفلوس في واحد الصباح تحرك شي بردماشي عادي طال صاحب نفسنا بلي وحد كتاب طايح مشاه الزور قام كتوف في مذكرة الموت في هاد الوقيته بدأت اشتكى الطايح كل شي كيجري اللي كلاس و صاحبنا تابعهم لقى قدامه واحد ميته كيني كيتنمر على واحد القراي بقى غير واقفه كيشوف هنا جت بنت ميته ميته دفعت كيني و قتلهي بعد منه لايت كانت كتعجبه مية وشكون هادا اللي ما كتعجبوش مية حيد مفاول تكشي علاش من اللي بقى كيني يضربها دخل لايت و قتلهي بعد منها سولو كيني شغير يديري لما بعدش قللي غانمشي نقولها الادارة و ما زال ماكملش الادارة كاد تسمع فيه ديكم ما حق قتلي كيني هرستهله في شور ديال وجهه صاحبنا بقى كيشوف غير الضبابة و الامتحانات اللي كيبيع لدريتش تحداه من اللي بدا كيفي علقى واحد الاسدى واقفه عليه و شده في يده الاختبارات اللي كان كيبيع خداه عند المدير سمعوا لهذا رمزيان و اعطاه يدوجه السيمانات في الحجز سولو صاحبنا و البلاندير عينو اللي يخمجها لي كيني اللي هي المدير شمن كيني مية قلتلينا دخلتي في الحيض ايوا يا حميد هاد المرة بقعتها كلوز و صاحبنا في الحجز جبديك المذكير يطاحت من اسم بيش يشوف شنو فيها الصفحة الليولة كان يكتب فيها مجموعة دي القواعد القاعدة الليولة كان تقول بلي اي واحد تكتبات اسميته في هذه المذكيرة غي عقدهم او بمعنى اخر عيموت القاعدة التانية بيش يموت الشخص اللي تكتبات اسميته خاصة الكاتب يكون كيف تكرف وجوه و كيكتبها من اللي يقلب الصفحة الخاوي يسمع شي صداع بالروفوف ما دي شوف شنو كين صدام بوحد المخلوق يخلع صاحب نابرد ليه المفر كابي تحرق واحد البرد طلاب لدوك يتهزو يطردخو مشان الباب يش يعلق القام سدود عياما يغوط و يطلب المساعدة ما اسمعو حد هرب تحت البيروت جر من فوقه حتى هو و ما حبسات هذي الروينة حتى تتلعو البقايا دي الواحد تفاحة بدك يضرف وجوك يحاول يقنع راس و رغيرك يحلم هنا غوط لي ذاك الوحش و قل لي لا هاد شي بالصح طلب منه يطلب من الشرجم طلق كيني كيتنمر على واحد البنت قل لي ذاك الوحش وش خبارك تقدر توقف هاد شي سولوا صاحبنا كيفاش قل لي معلي قير تكتب اسمية كيني و الطريقة اللي بغيت يموت بيها خدا صاحبنا قال من عند الوحش كتب اسمية كيني و دار حدها يتقطع ليه راسه مورا همشى للشرجم و مبقى حاديش غاي وقع واحد المرة جاي بتقضية تقطع لها الساك و طاح كل شي دري جاي في الجيال اخرى كيلعب بكورة الكورة ضربت في التقضية و خرجت للطريق صاحب نتبعك يجري و ما شافش واحد المرة جاي بطموبيل المرة هربت عليه خرجت قدام واحد الراجل هزا الادوات ديال الصيانة ذاك الراجل هزا الماطارية اللي بدوره هرب عليها جابه موحد طموبيل اخرى وهو يطير لي السلة و موجف راس كيني طيره صاحب نملي شاف هاد شي تصدم هوك يحاول يستوعب قال لي الوحش باي لك زايد ولا نايد تكمل هاد شي اللي بديتي ولا تخلي على المذكيرة وتخليه يمشي يقلب على شخص خر وبقى صاحب ناك يشوف فيه و قال لي مهبول هادا قال ليك تخلى سالة النهار في الليل هو كيتعشم عباش بدول هادر على كيني حيث ببه بوليسي و كان بكلف بهذا القضية قال لي لايت تمنيت كل هاد الجهد اللي يدير في القضايا ديال الناس درتيه في القضية ديال الواليدة كيفاش واحد دازلك في مراتك قتلها ضرب خاطة يبتو حتى تقربة تموت و في الاخير سمحتين ببه خرجوا حيث عندو الفلوس و كيعرف الناس سولوا ببه شنو بغا يدير قال لي لايت داك سلح لي عندكم لس صالحي لما خدمتيش في هاد الشي في الاخير هز واحد تفاحة و طلع لبيته معصر قلس في البيرو ديالوج بدل مذكيرة باش يكمل القرية ديال القواعد القاعدة 24 قد قلب لي كل صفحة من هاد المذكيرة عندها القدرة ديال المذكيرة كاملة مورا هادا هز القاعدة 95 و كان مكتوب فيها بلي اي واحد يقدر يكتب الاسماء و اقتو الناس صاحب هنا يقنفوه القواعد و بدك يقلب بالزربح توصل لصفحة الاخيرة لقاثيها بقعة ديال الدم و مكتوب تحتارد البال من رايك راه ماشي حيوان اليف و مستحيل يكون صادق و هو ما زالك يقرأ خرج موراه داك الوحش و قل لي اسمي تيريوك ماشي رايك سولوا صاحب نوش من غير طريقة ديال الموت يقدر يتحكم حتى في تصرفات ديال الهدف قل لي كينا في القاعدة 20 و كتقول بلي تقدر تتحكم في الافعال ديال الضحية اليوم انتال يقبل ما يموت اما القاعدة 28 فكتقول دارولي طريقة الموت تكون منطقية ماشي هو قلس في طوالة و انت تكتب بغيتي اكله قرش ترى ام بوسي سولوا لايت كيفاش حتى وصلت عنده المذكيرة قل لي مور الموت ديال الشخص اللي كانت عنده طريد نقلب الى شخص خر و انت بنتي ليا انسب واحد و لك احتدى بيلا ما بغيتيهاش مع اللي قلس تحطفش بلاسة بعيدة و ما تقربش لها لمدة 7 ايام ديك ساعة نجي ناخدها و نقلب على شخص خر سولوا لايت كتب دك التحديد ديال ما تتقش في ريوك ريوك برفو جوب لي تزير و مخبع شي حاجة و لكن بالزربة بتضل الموضوع صاحب نام لي فهم الرولز هز المذكيرة و قصد الغرفة ديال بواه جبد الميلف اللي في القاضية ديال امو خر الصورة و اسمية ديال الشخص اللي قتلها و اكتبوه في المذكيرة الشخص اللي قتل اموه يكون مريح مع صحابه في واحد المطعم و واحد البنت كدير قلة الحية مخاطي بها ضربت القرعة ديال الملحة السربي كان دايز تعكل بيه و طاع للمجريم المجريم كان شد في الدموش جبه مع عبار صاحب نبقى قارس في المكتب دياله حتى الدهن عاس و الصباح فق على صوت ببهك يضق دخل عنده و كان كيبان فرحان قال لي اخيرا الشخص اللي قتل اموه و مقدر لاش ندخلوا للحبس خدا العقاب دياله و ما تموتها معدبة جا وقت المدراسة مشا صاحب نيقرأ و هو مريح في صلت سبورجة حداهمية طلبات منه اسماحي دك النهار قتلي امرأ دخل في حيط لموهيم صاحب نسمح ليها وبقاوك يدي و يجيبه في الهضرة و هي اضرب للمذكيرة في يده سوالاته دياله شهادي قال لاتب عيني خدا هالواحد اللي قاعده و اعطاها تقس المذكيرة باش تشوف ريوك ولكن ما بللي هواله حيط الحارس ديال المذكيرة هو الواحد اللي قدر يشوفه البنت من لي بابا اللي هواله قالت هدا غير حمق و بقا تغدف حالها صاحب نيحس براسه في حيلم فربر قدامها و هو يزرها و قال لها ايجي معايا باش انت بتليك بلاد المذكيرة كتخس البلادهم جبادل بباسي قال لب عشي براكاج كيوقعوا الصحافة كيصوروهم في ذيك الوقيتها مو راها شف اسمي و الصورة ديال المجريم اكتب شي حاجة في المذكيرة و قال لها تفرجي خرج المجرم بوحدة من رهائم ما عوصل بها قدام الباب طلقها تمشي في حالها دار تحية ديال العسكر حناجة طموبيل ديال البوليس كالطير و خبطاته ميام اللي شفت هاد شي تصدمات و اللي غايز يدي صدمها ديام اللي ورها لايت المذكيرة ولقا تقال احداث اللي وقعوا قبل ما يموضى حياة كاتبهم لبنت عجبها لايت وهاد شي اللي كيدير و من هاد النهار ولا وبجوز كيدوزوا النهار في القراية و الليل في القتل ديال المجرمين و نعيش و غيرك فاهم سحابنا كان عاجمهم هاد الشي و كيحسوا براسم كيحقوا العدالة من اللي كيقتلوا المجرمين اللي مقدروش البوليس يشدوهم صاحب ناس مراسوا كيرة و بدك يخلي الضحايا يكتبوا اسمية و قبل ما يموتوا اسمية ديال كيرة تشهرات و قاع الناس و لو كيبغيوه حيط من نهار بضيقت المجرمين خافضت نسبة الجريمة و بالزافس للمراسم من البوليس باش يبقوا عايشين هاك يقدر يعرف بلي كيرة اما بوليسي ولا من العائلة ديالشي بوليسي حيط قاع المجرمين اللي ماتوا في سجلة سرية و غير البوليس اللي يقدروا يوصلوا لهم صباح و تيرنر ببيلايت كيحقق في قضية ديال كيرة جاء عندو واتري المساعد ديال اين دخلوا للفيرو ديالو شعل الفيسي و وطا يهضر مها اين ياللي ايل بلي بغي يتعاون معا باش يحلوا هاد القضية سولوا تيرنر و حلشوا في الضغط قال لي حيط انت الوحيد اللي فكرت بلي اسم كيرة استعملوا المجرم غير باش يحساب لي نراه ياباني دار ايل واحد الندوة الصحفية و خرج كيت حد فيها كيرة و هو مغطي وجهه و قال لي بلي غادي يشدو حيط مجرد طفل صغير و عنده قوة ما عارفش كيفاش يستعملها لايتم اللي شاف هاد شيف الاخبار تعصب ولكن ما يقدر يدير ليهوالو حيط ما عارف سميتو ما عنده علش معلومات و حتى وجهه كان مغطيه من اللي سألت الندوة الصحفية جاء تيرنر عند ايل سوروش هاد شيدير قال ليه كنتشك باللي كيرة كقدر يقتل غير الاشخاص اللي كيشوفهم و عارف اسم مياتهم و حيط تحديته و مازال حي فارق كان عندي الحق فالليلو تيرنر كيتعشها قال ليس حدها لايتم سورو فين وصل بالقضية ديال كيرة جاوبوا باللي عارف بزاف ديال الحواج مهمين عاود سورو عدك الشخص اللي طلع الصباح في المؤتمر قال ليه محقيق خاص معروف باسم ايل حل بزاف ديال الالغاز والحد الان عمر شي حد شاف وجهه ولا عرف اسم ميته الحقيقية من غير المساعد ديال واتري النهار الاخر و صاحبنا كيتسرك الحش بشي حد تابعه في نفس الوقت انشوفه تيرنر كيغوت على ايل و كيسوله على الصفت شي حد يراقب ولده قال لي بلي كيرة كيدخل بيانات ديال البوليس بسهولة ذاك الشي علاش بينك الرقبه و قاعد ضباط و عائلاتهم ولايت كيتسرك المعامية في مدينة الملاهي لاحظت حتى يدك الشخص اللي تابعه و اقترحت عليه صفوالي ولكن صاحبنا كان بعقله متبت ارفض الفكرة و شرح ليه بلي كيقتله غير المجريمين و زايدوني لقتل الشخص اللي تابعه غايزيد الشكل ديال البوليس بلي هو كيرة سمعهم كيقولوا في اخبار بلي مرتح قتل المكتف اللي داروا البوليس على كيرة خاف ذاك الشي علاش نقسم للقتل ديال المجريمين مؤخرا ميام اللي سمعت هاد شي بل بلي ما اجباش الحال نهات جمعت حويجها حاول صاحب نيسول هاش واقع ولكن ما تسوق هادش ليه اينا صاحب ناسخط حيط عرب بلي ما اجباش الحال تسمعهم كيقولوا علي خوف النهار الاخر يكون الشخص متؤول عن الفرقة اللي مراقب المشكوك فيهم نازل في الدروش حتى غا تجيه سكتة قلبية و غا يموت في البلاسة اي لكي وصلتوا هاد الخبار تصود الفرقة باش يعلموا يردوا البير حيط كيرا عرفهم ولكن كان مشا الحال جمعوا كمين في واحد البلاسة طلعوا لسطح دير شي عمارة وبدوا ينقزوا واحد مورا الاخر ناشر عامي الفيدرالي انتحروا في نفس الوقت وفي نفس البلاسة نهار الاخران شوفوا لايت كاعي في المدراسة وغا نعرفوا من الهضرة ديره مع صاحبته بللي ريوك هو الكتب سمية العملاء في المذكرة رجع للدار وبدك يغوت عليه حيط قتل الناس ما درواله وحضروا بليل عاودها المرة الجاية يكتب سميته هو ويتهنى منه ريوك ماسكتش ليه قل لي حاول كتب سميته وشوف شون غا يوقع عليك اخر واحد حاول يديرها ما فاش دوك شو شحوره في اللولين لايت بنفوجه بلي خلعات وهد الهضرة ديك شتعلش في لبدها وطلع البيتوب لما يقول حتى كلمة في العشية جات عنده صاحبته وهم مريحين بدل بتدير شي اخبار في ديق الاخبار ضرب لايت على ببه كان كيقول بلي ما خايفش من الكيرة وش حال ما بقى غايش الدوم صاحبته مع شبتها شهد الهضرة مش هتكتره الذات لموت كيرا بوضع تكسب سميته ولكن بطابعة الحال لايت وقفها حيث مستحيل يخلى تقتل ببه قل لي بلي لا ما قتلوهش غايبدو يشكوه فيه و بالفعل دك شي اللي وقعت حيث في نفس الوقت عيك يكون الواتري بلي لايت والترنر هو كيرا في الليل ولايت مريح فو حد لقه هو وقف عليه اين قل لي فينا كيرا صاحبنا الدبراس ومفهم وانو قل لي كيفش كيرا رد علي ايل بلي متأكد رهو كيرا وما بقاش بالزاق بشي القدالي اللي هيخليه لوحو في الحبس قل لي لايت يمكن ركتالف موراها جمع الوقفه وتحرك الحاجة المزيانة بالنسبة للايت هي يشاف وجه ايل وبقال ليعرف غير سميته وبيش يتهنى منه رجع للدار جاد عنده خاطة طيفته يشبدل بباسة دياله وبدأ كيبحت وكيحاول يعرف شكوه واد ايل في الاخير طاحت عليه واحد الفكرة خرج لمذكيرة وكتب فيها بلي واتري المساعد ديال ايل يتصل بالنمره دياله ويعطيها الاسم ديال ايل موراها بيومين غيموت ولكن الصدمة هي حتى هو ما كانش عارف اسميه ديال ايل حيث هو غير رباه ودربه باش يكون محقق وعر واسميه دياله كينا غير في السجلات امروا لايت يمشي للسجلات ويجيبها لي صبا غا نشوف واتري هات الشانطة دياله وغاديل البلاس اللي في هات السجلات باش يجبت اسميه ديال ايل وفي نفس الوقت حتى لايت ومية خرجوا من الضرب كري وكيبان بلي نوير لشي حاجة ايل من اللي مشى للغرفة ديال واتري ومالقاش عارف القضية فيها انه في الليلة يكون لايت ومية قلسين مع التيرنر حتى يدخل عليهم ايل قل مية جمشي لشي بلا صحي تبغي يدوي معاهم غير هي تحركات و ايل بدك يتهم لايت راه وكيرة وكيها الدوب اللي غايز فيها ليه لو قعد شي حاجة الواتري تيرنر عيما يسبر في الاخير سخطوه التهمة ديال ايل ولدهم ونادش نق عليه في هاد الوقت دخلت فرقة ديال البوليس وبدأوا كيف يفتشوا الدار ما لقاو حتى شي حاجة ولكن زرعوا كاميرات وكتروا المراقبة على لايت وصل واتري للبلاصة اللي فيها السيجيلات دخل من الواحد الفتحة السرية وهبط يقلب في الاخر ديال النهار ايل شك باللي واتري ممكن يكون في ديالبلاصة وصفتش يوحدين يقلبوا في الليلة رغم نشوفوا لايت وصحبته في واحد الحفلة غفل هادو كل مراقبينه اعطلوا واحد طربوش ديالو وخلها مع صاحبته وصلت من تمه دازعي الخزنة ديال مياز المذكيرة اقصد الفيستيال وتاصل بواتري يسوي الوش القسمية اللي انا مازالك نقلب فتح لايت المذكيرة باش يحرق الورقة اللي بكتب في اسمية واتري ويعدكو من الموت القامية غبراتها في هاد اللحظة دخلوا دكت جوجلسة في المراواتري وبدأوا كتيروا فيه لايت مور هادشي عرف بالليمية هي لقى 13 عامين رجع للحفلة السولة كيفاش دارت هاد الشي قات لي دارته غير باش نحميك كانت هزت ورقة من المذكيرة غفلت واحد من العملاء اللي مراقبينه غيبات وخدت سميته كتباتها في المذكيرة واكتبات حداها بلا يكتب سميته وسميت اللي معاقب الميموت داك الشي اللي وقع من اللي فاق المعاقب كتب سميت قاع العملاء اللي معاقب لي كيب زادت حداها مين تحار من فوق مبناء داك الشي علاج كنا شفنا وكاملين نقزوا من نفس البلاصة قال صاحبنا المياب اللي مور هادشي اللي دارت هم روي خلا تقرب المذكيرة مرة اخرى بقات كتضحك وقات لي في حالة مرضي تيش لبر اسميتك مكتوبة فيها صاحبنا ملي عرف اكتبات اسميته وتصدم قات لي معاقب ناس دي اللي لغة تموت بسكتة قلبية اللي لعظتيني الملكية دي المذكيرة ديك ساعة غنحرقت صفحة اللي كتبت في اسميتك وغا تمقع عايش صاحبنا ملي عرف مية قلبات عليه شدها بزريال غرفة دي اللي لانفورماتيك دخل بيسي اشبد الاسماء دير شي مجريمين وبدك يكتب في نفس الوقت ايل وصلوا خبر متواتري ايل كان عزيز عليه واتري بزاف حيث هو اللي رباه داك الشي علاج ملي اسمع راميات في حيالة فروح هالسلاح كفت طموبيل دي اللي بوليس وعفات دار نر ملي اسمع الخبر حتى هو اعطى الاوامير باش يحرصوا ولده ويشدوا ايل وصلت فرقة دي اللي بوليس باش تشد لايت وتحول تحميه من ايل لايت سيل كتب في المذكيرة ودار مع صاحبته باش يتلقى في واحد القند ولايت خارج من المبنى اللي في الحفلة جابها عبار مع ايل سمح ايل في طموبيل وتبعوه الى رجليه بقى لايت هارب ايل موراه دخلوا الواحد ريستور ورونوه في الاخير قدر ايل يحاصر لايت يالله بدك يشرح لي البلان دي المذكيرة خرج واحد من ريستور يشوف شواقع قلي ايل ما تحركش حيث هذا كيرا وانا جيت باش نشده داك السات كيسمع باللي بغي يدخل كيرا للحبس هزع صوع طالبوا للراس ناعسو حيث بالنسبة لي هم كيرا ولا هو المنقيد ديالهم من اللي غايب ايل هز لايت سلاح شكر داك السات وعلق من تمه وصل عند صاحب سور مدينة الملاهي جرها للدولاب ميش داك السات اللي مقابل وامرو يطلعهم من اللي وصلوا الفوق بدأ صاحب ناك يحاول يقنحات تخلى عن المدكيرة ويكملوا حياتهم بجوج قالت لي صافي انا معاك ولكن معا دور وجهه باش يشبه والبويس لتحت خطفات هالي هنا برفوجة صاحب نا بلي خايف عليها سولات لك ما يكون كتب سميتها قال لي هادرت بلي لاخدتي المدكيرة غت موتي البنت عصبات وبدك تغوت عليه يا هاد المرة رانتي اللي بديتي هاد الشي وانتي اللي كتبتي سميته اللولة هو ما مزلك يناقشوا هاد الشي تهرسات سارية ديال الدولاب وطاحت بيهم صاحب نا تعلق وشد مية ولكن معا بنت لي المدكيرة طايحة طلقت منو طارت عليها حكماتها غير من واحد الورقات قطعت ما قدرتش تشدها وطاحت غير على الخاوي صاحب نا احتوي الدعيات طلقت من الدولاب واتبعها البنت طاحت في الارض وماتت وصاحب نا طاح وسط النار هو المدكيرة اما الورقة اللي تقطعت طاحت في واحد البرميل شعلة فيه العافية طلع عليها ايل قبل ما تحرق القام كتوب فيها لايت تيرنر غا يموت بسكتة قلبية في 12 دليل ولكن بطابعة الحال ما يوقع لهوانه حيث من اللي كانت تحرق ورقة من المدكيرة كي تبطل مفعول ديالها في نفس الوقت ان شفوا حد الصات هز المدكيرة من جنب النار وتحرك قادروا البوليس يخرجوا لايت من النهر لايت قدرت تعتق ولكن ما زال في غيبوبة وفي هاد الاتناء وقعوا بزاف ديال الجرائم بطريقة ديال كيرة داكش علاج وخاعي هقل ما يحاول يقنع البوليس راه لايت هو كيرة ما قدرش من اللي فاق لايت ولقاه فوق وخبع امور لوسادة دخل ببوه باش يشوفو سولو كيبقى وقال لي انت هو كيرة حاول صاحبنا ينكر عليه وهو ايش بالطرف من الجورنال كي يبين في الشخص اللي قتل امه واللي كان اول ضحية ديال كيرة قال لي يلقيش هدي في بيتك هنا صافي صاحبنا عرفه وعرف الحقيقة وبدك يعود لي كيفاش دار ليها من اللي دخل الغرفة ديال الانفورماتيك في الوقت اللي كانت في الحفلة قلب على واحد طبيب اسمته نورمان هاد نورمان كاك يتكرفس على المريدات ديالو يعني مجرم كتب صاحبنا في المذكيره قال لي نورمان غايكون واقف في حدا النار ملي يطح الدولاب وتموت مية اول حاجة غايدير هي يخرج الولد اللي غايطح في النار يدير له الاسعافات ويدبق لي شوكا تخليه مغيب يومين من اللي يسالي هاد شين تحرم من فوق السبيطار تاني الشخص دخلوا معافة المعماءة هو اورنبيلز فاكتور شاد تقعود وفين مبان تايش يجريدك يلعبوا فيها دريس صغار كيه اه المهم تعرف وان عارف بلي عارف نعارفك عرفتين ايش كان قصد فاختيه صار حتى هو مجرم كتب في المذكيره بلي غايش بدها من النهر غايدوز ديك اليومين اللي غايب في لايت يكتب الاسماء ديال المجرمين والنهار اللي غايفيق فيه غايش يحطها ليه ويمشي ينتاحر اما بالنسبة المية كتب اسميته في المذكيره وكتب حداها غايدوز ديال المياب اللي وهي طايحة غايدوز صفحه لي في اسمية لايت وغايدوز ديالبرد الشي بلاسه فيها العافية اما مية غايتطح في الارض وغايتتفرشخ هاك يقدر صاحبنا يقلبها ليعلى دهره امور ما حاولت تقتله هادش بطبيعة الحال من وحي الخيل ولكن قولي نفتع ليغش غايدوز بهاد المذكيره يلا كانت عندك وحتى اللي هنا غاينكون وصلنا للنهائي ديالقصة الى عشبات كومنت سيبسكرايب وبرتاجي مع صحابك هادي انستغرام ديالي كان معكم يوسف تلقوا في فيديو الجاي بيس